موسيقى السيد الحسيني رئيس مقاطعة عين سبع تحدث على مجموعة من المشاريع تتعلق بإحداث مسابح بغنى من خلال ديار كنتا يعني أول مستشار سابق في مقاطعة عين سبع ولد عين سبع تتبع الشيوقع في عين سبع وشد مشاريع أصلا كينا ولا مكينا تعد المسابح لإحداث مسابح بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على الاستضافة وبعد يبدأ نترحم على الشهداء ضحايا الزلزال والصبر للأسر الذين فقدوا أحبابهم فهم أحبابنا نحن مغاربة جسد واحد ولحمة واحدة وقد تبين هذا بهذا التعاون وهذا المساندة وهذا التكافل والتضامن للمواطنين المغاربة فشكرا جزيلا لأهل المغرب وأبنائه السؤال ديلك حول المسابح فعلا أن الرئيس مقاطعة عين سبع الحالي يتكلم دائما عن بناء المسابح والملائب والحقيقة أن في هذا حينما يتكلم رئيس المقاطعة مندفعا كأنه هذا واختصاصه فعلا لأنه مقاول في بناء الملاعب فالأصل أن عين سبع فيه بنية تحتية رياضية مميزة لا يحتاج إلا للملاعب ولا إلى المسابح علما أن المنطقة هي شاطئية من درجة الأولى وإن دعونا أنه كنا فعلا نحنا في الولاية دينا كانت واحد صفقة أو باش نصوبه مصبح على نفقة وزارة الشباب والرياضة ولكن هذه المنطقة كانت منطقة إذارية خاصة ديروغرسيون دياله هذا جانب جانب تاني أنه كنت ما كدنا ملاعب كتير لأن المبادرة الوطنية قبل أن نصلوا لتسؤال هذا ليس أصلا الملاعب يتحدث عليهم ملسي حسينية كين ند المشاريع كين على الأضواق هو يتحدث دائما باستمرار على المسابح وكين عنده كفكرة كم مشروع دار في صفقات الحب الآن كين جوج ديال المسابح دارهم في تيران ديال عربي قرر كوزيمر سابقا في واحد منطقة لذيقة لأن المسبح تحتاج فين ناس يقلسوا ودارها فين تتفرجوا في الملعب فالحب الآن أن ولو دا فيه صفقات لا ينتهي المسبح حتى النهاية ديالة السنة ولا يستفيدون من علما أن أحد المستشارات قدرت لي تصوره وأنه باقي في البنية التحتية في السجد يالو بحديد ومعنى بأنه لمدة يعني لا يقدرش يخرج في النهاية لا يقدرش السنة وتاني تحتاج في الصيف لأنه غير مغطي مش يفقعة مغطات بل هو مكشوف مكشوف معنى بأن المسابح التي يدير هو تخدمها في الصيف فقط مش يطول السنة علما أنه كين بادير كين بدائل مغير هذه المسابح هو هذا وش عين السبع محتاجا للمسابح اللي كينها علما كما يكتب أنه منطقة شاطئية الناس يلعبوا كورا غيرهم هو الحقيقة اللي تخص عين السبع أو المجلس المؤسسة المنتخبة هو تدير واحد الدراسة تشخيصية العين السبع وما تحتاجوا إليه وشني الأولوية فهنا أولا نتقال بنا تحتية مميازة ممتازة ثانيا وأن عين السبع فيه شاطئ المناطق أو الجماعة التي هي بعيدة على البحر جبلية أو داخلية هي التي تدير المسبح بلدي إذا تقعد تدير المسبح بلدي واحد هذا الذي تفكر فيه فمن تتقى أن بجانبك شاطئ محتاج لديك المشروع دير كورنيش يخدم فيه هذا أول أولا لأننا وحطيناه وحطيناه في الميزانية السابقا وبقي الآن ما تتكمل فلاذا ينبغي عليه يعني أن أخر هذا مشروع تأتي على كورنيش هو تابع الجماعة وكذا من أجمه فهو ينبغي عليه لأنه لا تتكلم بواحد فلسفة أن رئيس المقاطع عنده محدود تدخل تصرف هو وهذا المنح التي تأتي وتتعطي الجماعة تتعطي واحد منحة مضبوطة اللي يدير رادي الكبار لا الطرقات الكبار لا المرافق الكبيرة لا كلها تابعة للجماعة وهي اللي تتكلم وكذا من يحاول شو أصلا وحد تمنا عنده عنده هو شركة كين الجماعة وكين الجلس العمالة كين الجهة اللي يخصو يقلب على المشاريع ديالها وبالمجرد دخلها هذا شي ما كينش فتدقى نعني يسمع فارغة من هذه الأمور كلها الهاجز دياله وأنه يدير ملاعب ومسابح علما أن المبادرة الوطنية المياه دارت وحد جمعة من ديال الملاعب عندنا ملاعب ديال الباسكت ديال الفولي ديال الهوند ديال الكرة الحديدية ديال التينيس نحن ربما مميازين على المناطيق أخرى مثلا الفشتيال العربي الزاولي لكن الملعب ديال محمد الخاميس ونحن الثانيين إلى جيتي ديال القرى جيتي تشوف القاعة المغطات فالأمور كلها كين العائية خاصة خاصة تدبية للمحكم لكن البعض يقول أن الجريبة الحالية على الأقل افتح هذه الفضاء تعملها بالخبر ولكن الجريبة اللي كتوفنت وما تدقود وستفينها يعني مجدر فعين لا ما نتكلم لك الواقع الحالي نحن ساهمنا في العربي الزاولي لأننا كان مغلق وعودنا من جديد مع شركاء ديالنا سواء كذا إفنت ولا جامعة الداربي دا ولا الجامعة إلا جيتي قاعد المغطات مع المجلس العمالة اللي لمكانش نهائيا الملعب ديال قورة تعود في حين أننا كان عدنا كل سنة نديروا ملعب ديال الملعب القرب والمبادرة الوطنية دير أكثر من العشرة ديال الملاعب وفيها مدارس رياضية لمميازة وعطت فمعنا ما شي ما كانش كان عدنا لأساس لي في تينيس كان عدنا الكورة الحديدية فمعنا سيدنا الله يحفظه وكان جاء يدشن واحد الملعب ديال الكورة القادم قل له مدري ما تديروا الكورة القادم فالذلك الساعة استدية لما لعب ديال الباسكت فمعنا أن الجانب الرياضي هو ممياز في حين أن مثلا اللي غادي يزيد إكد لك هو أن إلا تصوب الكورنج ديال عيسما رادي اعطي واحد مكاة خاصة أما من جي تكلمني عن المسابح نقول لك راه جامعة بحجمها شدات واحد طرف من نصف البحر وصناعته داته مصبح داته مصبح بالمياه ديال البحر فليهذا ورقس يكون حين عدنا بحر وجاءت واحد سطرق اللي غادي تخرج ما كين الجانب اللي فارغة اللي ممكن تكون مصبح بلدي كبير تابع المقاطعة عين السبعة وجامعة عين السبعة لقصة تسام فيه ويكون تأمل زاهيد في حين أنه يتكلم مع المجانية ما عندوش حق يتكلم مع المجانية لأنه يحتاج الدورة في المقاطعة ودورة في الجامعة لأن الدورية ديال الجباية تتحتم على لأنه يكون يتمكش بالمقابل وهذا المقاطعة لا ينبغي عليها أن تتكلم بالمجانية لأنها مخالفة القانون هذا يجعله يتربط سياسيا وانتخابيا بالجمعيات ولكن نحن نتكلم على المعقول على الصدق المجانية لا يوجد مقاطعة حتى العقود التشاركية مع النوادي ومع الجمعيات الرياضية التي تديرها في المركب العربي الزولي وفي كوزيمر هي غير قانونية لأن رئيس الجامعة ويتدير لا يوجد رئيس مقاطعة وما لا يوجد المجانية فهذا يتحتم على الارجسور يتركيز في شيء يخلص أخ لا يمكن أن نضرع العين سبع نضرع على حديقة العين سبع للناس الداربيدة والبيدوين كلهم تقدروا الموعي بتاع الحديقة العين سبع هي من جنح نقلة بقت تنفي الأشغال من الخطاب الملكي الذي فيه 13 الذي بعده ضخ الأموال طائلة التي تقدر بعشرات مرات ميزانية مدينة الداربيدة ومجارع كبرا منها الطرام المسرح ومنها الكور نش العين وعين السبع ومنها حديقة الحيوان ومن بعدها تأسست شركات التنمية المحلية لتبادر من الأشغال فتحدث لهم ميزانية وكذا أمينة جمهية تكلفت به من الأخر كانت في عراقيل مع المهندس الإسباني اللي كان يستحوذ ذا الشركة خاصة وتعود لبنان جمه في المنطقة جهزت جات مع كورونا أنها الجامعة الضار وبيضة في أحد دورتها حدث أنها تعطي كذا إبنت تسير وتعطي واحد دعم ويدير واحد مبلغ رمزي هذه الساعة كان يخصو يكمل حديقة الحيوان ويقلب على الحيوانات الحيوانات هي منظمة دولية تعطى الحيوانات من مجان خاصة ترانس بورجة كورونا حبساتهم هذا نظرة كثرة الأشغال الجماعة وإهمالها أو تمطلوا كثرة من الملفات عليها ومتعقلت في حين أن ترصت لا في ولاية اللولة أو الثانية على كزا إبنت وطعتها واحد مبلغ مالي في حين أن ندل لي واحد المبلغ دي الوقت 50 درهم اللي وصلوا ليه وكان على تدل أقل فلهذا نحن نتكلم مجانية المساهمة هي تتعطل تدفير مفوض كيف تتحلد هذا يقال هل هل تتجد العزمة بين ومن قول الحيوانات تقلب الحيوانات ولهذا نقول لك جماعة الدر عندها مشاغل كثيرة بقى يقول لي أعجب من تتكلم لك كورنيش عين السبع اللي هو بنية تحتية قوية سياحية أكثر من حديقة الحيوانات لن حد حد الحيوانات لا حد كورنيش عين السبع وتمكن وحد نفق الحيوانات ومع وزارة الجهز وكذا من أجمه ودبرت الحيوانات وعادي وهذا يكون إشكال للراجلين يمشون البحر أدرت على قضية الأنفاق وكذا البحث يقولك بأن صورة العين السبع يعني بحر تمس خاسب وكذا التعمير اللي لا يرس جيم ولا يقم عين السبع اللي عد أدهان البيضوين المنطقة اللي شوية وفي العين السبع ومنطقة كانت كبيرة ومشهور فيها هو الحي الصناعي ثم كانت فيها كل فيلال فيلال لبولو عمارات هذا فيلال كانت فيها محلات تجارية تتقى في غاراج والسيكريز والقزار والغير والغير مرخص واخدنا بالتقدم الفيك اللي جاءت في 2014 قبل من نجيو حنايا من فيلال والسوك منازل البسيطة الى عمارات بل الى فنادق وهذا مميز العمرانيين بغى يكون مميزان ومميز وكالبعث يقول أن السورة عين سبع لم يبقى شيء في السورة طبعا المدينة الضرب كبرت كانت فيها 500 ألف ورجعت سبع الميل وخاص لأن الترحال إليها بشكل كبير وتحتاج إلى سكان السكان لايق ما يبقى سكان عشوائي لأن مثلا در المدينة القليمة تتقى أن لخر الصور كل بناء عشوائي وفي أي السقط داخل الصور لا داخل الصور ما ضرش على داخل الصور هذا من ناحية المعمارية والجمارية أن هذا كل يتحيد وإلا اطلع كعمارات كبيرة وجميلة وهادي ما نقول ما نحن غيرنا ولكن جملناها وعطيناها حقها ما تبقى أن إلا تطلعت في تلتوين تشوف الخراب يعجبك بالليل بالضوء وبالنهار تشوف الدرب إذا كل ديور مهم ما شكرا لأخص نحن نرتقي ولهذا لا ينبغي الحديث الحمد لله دم تشوف عين السبع فيها جامعة فيها كثير من الأمور هي مركزة على حي أصبحت مركزة إدارية وسياحية مشكلة كبيرة مدام فيها بحر يجب يكون فيه الكورنيش تكون فيه مناطق جميلة وتكون فيها ساكن لليقبة وفيها دبا فنادق داتة تكتر عندهم ستطلقات إلا داروا ساكن ولكن إلا داروا عمارات إدارية أو سياحية يزيدهم فمعنى بأن الدولة أو إطار تهيئة الحضارية تتبغى الجمالية والرونقاء بدلا من طبقات أو 4 طبقات خسين من 8 أو 10 الجدل الذي يتبه حاليا بين المغرب وفرنسا يطرح أحد إشكال وعلى منشفة 200 شوارع في مدينة الداربيدة سبعة من المقاطعات في الداربيدة التي فيها شوارع تحمل أسماء فرنسية شوارع مغاربة مثقفين مغاربة رياضي مغاربة فعلا بعض الجماعات سابقا أطارت الاعتمام بهذه النقطة خاصة المعرف وسمت كل المناطق التي كانت مناطقية ساكن فيها استعمال فرنسي لأسماء شوارع وأدباء وبل علماء الدار قطني بن كاتير البخاري تير ميدي وتتبشي القريطة قل جاحيد طاح حسين وغيرهم هذا جميع جدا نحن في عين سبعة سابقا قبل من الإطارة ديال الجانب الفرنسي نحن لدينا مشكلة لا نسمي الأسماء بأسماء الفرنسيين بل الأسماء بالحرف شارع ايكس باء شارع هذه أو منطقة مسمية بشوارع ديال الورود والأظهر بنفساج وكذا وهذه وهذه فمعنى نحن فعلا أن في الولا ديالنا درنا أسماء كثيرة ديال زعماء وديال أدباء وديال علماء وديال المنطقة وديال الفاعلين وفعلا ما قبل هذه الدورة كانوا طرحوه لكن الأسماء الحالي لا دبالأسماء لباقة أسحمر شوارع أسماء فرنسيين لا ما عندنش مشكل كبير هما هي أسماء ديال الورود كذا كين أسماء ولكن أغريبية سمية سمية الطبيعة وحد المنطقة كلها لفعين السمعة القديم اسمية الورود ماشي فلا وفعلا هذا كلام ديالك جميع جدا لأنه تتعتذك السمية التصور ديال في التقلالي أولا للمغاربة ما تدواج فيه وفعلا فرنسا دبا بين بأن أسماء شاخت وأسماء المحلات اللي تتحمل أسماء فرنسية لا هذا في الجانب دستوري رأى الإشكال الرسائل وهذه ينبغي أن تكتب مشكل رسمية بلغة العربية أحيانا بعض المرات تتكتب بفرنسية وتقبلها تتصيف رسالة العمالة أو المحافظة وتتكتب العربية ايه وتقبلها وتتكتب باللغة وهذا خطأ ينبغي أن تكتب العربية الأمازيغية لا تكتبوش بها هي الثانية أما دبا احتل التعليم أصبح ينجذب إلى الإنجليزية أكثر من الفرنسية والأولى التي تنمى بلغة العربية تنور دين شكرا جزيلا على قبول الدعوة متتبعي إلى اللقاء فرصة قادمة وفي حلقة جديدة برنامج كازا سيتي